أحبطت قوات المشتركة هجمات حوثية على مواقعها جنوب مدينة الحديدة وقالت مصادر ميدانية أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة شرق الدوريهيمي من أكثر من اتجاهها مستهدفة للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية دارت على إثرها مواجهات عنيفة بين الجانبين وعضفت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وكبدت عناصر الميليشيات الحوثية خصائر فادحة في العتاد والأرواح وصعدت ميليشيات الحوثي الإقلابية من هجماتها المسلحة والقصف المدفعي على مواقع القوات المشتركة ومساكن المواطيين في عدة جبهات بمحافظة الحديدة